أمام الكثير من المجامع بالكويت على الأخص في إنشاء ووضع تراخيص للجامعات الخاصة ما في شك صحيح والجامعات الخاصة كانت ملاذ للكثيرين من من يريدون إكمال مسيرتهم العلمية ولم يتم قبولهم في جامعة الكويت طبعا خصوصا ضابط الشروط السابقة قبل سنة 2000 نتكلم احنا كانت صعبة خصوصا أن بعض الناس اللي ودهم يكملون كانوا يستصعبون الدراسة وفيما يخص الحركة الطلابية على وجه الخصوص في الجامعة العربية منفتوحها هي حركة مو جديدة كانت وبدت مع نشأة الجامعة كأول جامعة خذت ترخيصها من الدولة وهذه المشيرة استمرت إلى الآن ولكن الشيء الجديد والشيء المفاجئ أن الحركة الطلابية اللي داخل الجامعة خلقت لنفسها وضعية جديدة إلا وهي الحياة الديمغراطية برجعلك أخوي بدر بس قبل ما نطلع عندك إدارة الحديث وخناقه الربع قبل ما نطلع من الموضوع أنا بس ألاعبين أخوي نايف هو العزيز ما صارت لكم مباريات وتمرينات وانتو برمضان وصيام والله صارتنا مباريات والله جو حلو بالعكسة يوم طلعنا ويمنتخب كنا نتمرأ صار جو الحركة والأصب عرش لي ولا الطعام كنا نتمرأ أصر وليل يعني كان عادي والتمرين يعني اللي قبل الفطور يكون خفيف علينا يعني كل شيء نركز كيز بالخطط لسه ما صادف للمباريات لا ما صادف للمباريات ولا شيء أخويا عبد العزيز نفس الشيء لا لا بالنسبة لي والله صادفتني أكثر من مبارات بس تكون الوقتها متأخر من الساعة 9 ونص أو الساعة 10 يعني فتكون نفس الوقت الطبيعي يعني انت تفتر الساعة 6 وربع تقريبا عندك تقريبا مجال ساعتين ساعتين نص تكون بالنادي تكون مباريات طبعا بدوري الكويتي محلي طبعا ما صادفتنا أن تكون بطولات خارجية بس على المستوى المحلي صادفتنا أكثر من مبارات بالعكس أنا أحس أنها أمتع يعني برمضان خاصة أني كل وقت بتأخر الجمهوري بشكل أكبر موجود بدلات كل المبارات البتشر ماذا بتكون الساعة 5 أو الساعة 7 تكون الساعة 9 أو الساعة 10 وجو رمضان يعني يكون فيها أحلى يعني عندكم طغوس معينة أو أكل معين قبل ما تدون خصوصا برمضان لازم تكون خفاف للمباريات ولا الأكل العادي لا أكيد إذا عندك مبارات أكيد راح تخفف يعني ما راح تأكل مثل الأكل الاعتيادي مثلا يعني العيوش مو حرمي إي أكيد يعني لاحق فيه صحور بعد المبارات حد تكون قد حرطك في الصحور يعني بس بالنسبة للفطور ما تكثر يعني شطور خفايف وبعد المبارات أدل عليك أنا قالولي أخوي عبدالعزيز سالفة السوبرمان سوبرمان كرة تسلى سوبرمان كرة أنا قولها عن أخوي عزيز إهي لا لا خلع عبدالعزيز لا خلني قولها أنا بقهويك أنا أخوي عبدالعزيز يا طويل عمر إيه طبعا كان بطولة بطولة بمكة كان ينادون اللعب السعودي الله وليد مدني الله يذكرها بالخير وليد مدني إنادونه سوبرمان بالسعودية لأنه كان يطمر عزيز توه كان شاب كان بشبابه وكان يطمر مع وليد مدني ويأخذ ويطمر ويأخذها الجمهور السعودي قام يسمي عزيز سوبرمان شو حلو صراحا لأنه كان يطمر ما شاء الله ما شاء الله وإنت ناي شو سمونك أو اللغة بلعطوك يا لا أنا ما لي لعطوك سمونهم هاوش شو هاوش شو هاوش شو عبدالله نملاحظ عليهم ما شاء الله ثلينهم الطوال سلة ايه طوال ترى بسبب بره بالستوديو بره أنا بالدول العربية وهذا محنا طوال ايه والله ما شاء الله طوال ايه اه 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 انا برجع لشاعرنا محمد اخوي الهاملي نا اه اه فانك متخصص بااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا والتدريب التدريب اللي هو مرادف أساسي للتعليم والتنمية البشرية تعني ببناء الإنسان وتدريب الإنسان وتأهيله وتحضيره طبعا لسوق العمل تقديل سوق العمل نعم لأنه إحنا من سنوات عندنا تعليم ولكن ما عندنا تأهيل للإنسان بحيث أنه يعني يملأ سوق العمل ويخدم بلده بشكل احترافي وتخصصي عندنا حشو معلومات تعليم ولكن تشوف أن الكويتين متكودين بالمكاتب ودائما عينه يرنو إلى الكرسي الوظيفي والترهل الوظيفي الغير منتج وتلاقي الأعمال الحرفية والأعمال الانتاجية نستقدم لها عمالة من الخارج وهذا شيء خلل في الوضع العام إذن تنمية البشرية شيء مطلوب وضروري في جميع الدول يعني لأن أي أساس الإنسان بناء الإنسان هو بناء البشر قبل الحجر وبناء الإنسان حتى يخدم وطنه ويشتغل ويعيش بشكل يعني منتج لا بشكل ترهلي ويكون عالى على الوظيفة وعالى على المكان اللي يشتغل فيه ولله الحمد والمنا احنا بدأنا سنة ثلاثة وتسعين لحد الآن متخرج من عند مركزنا لا يقل عن عشرين ألف وأكاد أقول أكثر على تطبيقات الحاسوب والآن ولله الحمد كلهم يخدمون في مرافق الدولة ويشتغلون فيها كلهم في تخصصهم يعطيكم العافية وما قصرته وانتغل يا إخوي محمد بما أنك محامي هل تجد أنه احنا في تعاملاتنا البسيطة قاعد نطبق للقانون الشخص اللي يمشي بالسيارة أو يقضي كلينيكس أو يوقف ويطوف الإشارة الحمرة أو أنه يرتكب مخالفات يمكن تكون بسيطة لكن هل هي في دول ثانية تعتبر كبيرة هل احنا قاعد نطبق للقانون في حياتنا اليومية وهو بشكل عام خلنا نكون واضحين بفضل الله سبحانه وتعالى نعم قاعد نشو كل بعد فترة يتم تطوير قوانين معينة وأجزاء القانون وبكل صراحة فيه أخطاء ترتكب احنا ما نحمل الشخص العادي اولا احنا نحمل المجتمع بأسره المجتمع أن ثقافة احترام القانون أعتقد أنها تكاد تكون متدنية المستوى ما نقدر نقول موجودة موجودة فعلا ولكن هالثقافة هذه نتمنى أنها تصل إلى مرحلة لنا الكل يعرف مدى دوره شنو الحدود اللي مسموحة لي في إيطارك كمواطن عادي حتى أني أصل إلى المرحلة اللي ذكرها الأخ سعود الناصر إلى المرحلة الانتاجية الانتاجية متتصير التنمية متتصير إذا احنا احترمنا وعرفنا اللي لنا واللي علينا عرفت الحقوق والواجبات عرفت الحقوق والواجبات في هذا المجال هذا نعم طيب آه ها خالد عندك شيء إنه فيك حجوة أنا عندي شغلة قرقع بقلبي عنده يلا أخوي محمد بكل صراحة يعني للأسف الواحد اللي صارت له شغلة في محكمة وكذا وقاله لو روح المحامة يدوخ موه عارف وكله نبط البابا وكله نيقرب النار عند قرصة تروح عند هذا قال لك عندي وأنا أبو هندي مع احترامي وتقديري إلى الكل إلا أن توجد هناك للأسف في كل مهنة شواذ وبالتالي صحيح عطنا رايك اللي رح تلقى قال لك عندي وأنا أبو هندي خلصك اليوم قبل باطر ومن أول جلسة تفضل السالفة فيها دراهم ترى إيه فيها دراهم ويقول لها الفين وثلاثة وعشرة وحط وروح إذا عقار بعد ذيك الليلة ما ينام لا أخي نكون صريحين أصابعي ذك مي سوى مو متساوية أحسنت وما نقدر نطعن في زملائنا زملاء المهنة لأننا كل التقدير والإحترام كشخص عادي اللي بينك وبين محامي العقد فأنت ملزم يعني العقد هذا اللي تبرم مع المحامي المحامي ترى مو مطلوب منه يحقق نتيجة ولكن يبذل في حال نقصر في عقد في مساءلة للمحامي بس ما عليش عشان نكون معاك بالحديد من البداية بعضهم يعطيتهم حلو يا أخي هذه سلبيت 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 الخلف لا يهم من يسمع عساس وجود الإنسان عبادة الله سبحانه وتعالى القانون الإلهي ما في أحسن منه قانون الإلهي سعادة في الدنيا وفي الآخرة زين وبعض قانون يمكن ما يضبط يعني الحين أنا أقول حل وأمنيت كل إنسان مسلم وبما أني كويتي من دار رأس ودي أن يشيع بصورة صحيحة حلنا من زمان كنا نتمنى سعاد كل المسلم ليش الحلم هذا قام الواحد لما يقوله بعض ناسه تزعل وتضايق طيب الحمد لله متحدة على قانون وصاحب السمو يعني عطانا المجال هذا بعد أحداث غزة صار المؤتمر قمة تعني أقوله بعده على السياسة السياسة هذه كل ما دعنا من توحد كل ما أنا بنحقق أحلامنا تصير بوجهنا هذا أكبر عائق بعده وأنا من الحين أقول الوضوح أقول الأمل حل من تحراه الجميع والسعي في درب تحقيقة طموح شيء بالخفاق يسعدني ربيع هو سعادة هو سعادة كل مسلم ما ينوح اسمحوا يعني الموضوع هذا والله هذا منهم مكدرني اللي هو سعادة المسلمين سعادة المسلمين والغدس وكلام حضرة صاحب السون براسنا ولكل الكويتيين وكلامه يعني نعزه ونجله وصاحب السمو والأمر والطاع في كل الكلام وبكل التصريحات والأحاديث اللي يقولها طالعا هي الهدف في هذا أو الأمن فيه ضمير جميع إنسان هي أمنيات ومنيات في الكويتيين ضمير الشيعي ضمير السني صحيح على اختلاء على اختلاء طوار هذه أمنيات في الكويتي وهي وهي المفروض الأساس اللي نبني نبني فيه المجتمع هو التنمية الحقيقية تدري ولا لا إن شاء الله انتمنى السعادة للكل وانتمنى إن شاء الله تتحرر غدس السليبة السليبة من العدو الإسرائيلي إن شاء الله وهذه أمنيات كل مسلم بخش نايف نايف شنو سالفة المغلب المسوي بعد عزيز والله بر الموضوع ها متوقع السؤال هذا المغلب كان بطولة الخليج لندية كانت في الكويت هنا كان أخويا عبد العزيز يعني هو اللي تحت الكابتن هو اللي يحرص علينا وعزكم الله كل ما يقول لي لا تنسى عزكم الله الجوتي إدلاغك قلت له إن شاء الله أداني من كثر ما يسويها وياي كان هو يحط ملابسة عزكم الله وجوتي داخل الجنطة مالتها وحنا رايحين بالباص رايحين عندنا مباراكة مباراتنا ويا الريان الغاظري رايح من الباص عزيز حط جنتتها قدام وراكب باراكة قاعد ويا أخوي محمد طيري والشباب وأنا قاعد جدام والله وبطل جنتتها وراكب جوتي وحطة تحت واسكر جنتتها وينزل هو نزل أنا نازل آخر واحد وياي جوتي عزيز عزكم الله وقاعد أمشي وروحت وخشيت الجوتي عزكم الله داخل كبة مال الغرفة مالت التبديل ملابس ما ملابس عزيز بطل جنته يطالع وتلفت يقول يروح الباص ويرد وأنا قاعد واضحة مدنك وليقول لي عزكم الله وين جوتي مو معقول أني ناسي المهم تأتي وتبلش مبارا ولا طيل جوتي هادي ساغل زيان عزيز لا بس اسمحني مع عبدالله في جانب آخر ودي أدخلوا مع أخوي بدر الخيال شي السالفة أنا كله أسأل بساطة إحنا بديوانية يجو أخذ راحتك أخذ راحتك الواحد إذا عنده بيدخل في جامعة كويسة وبدون ذكر أساب الجامعات نار ضو الدراهم تفضل أخوي بدر هو باختصار شديد بعد ما نفتح المجال أمام الجامعات الخاصة يعني هي مسألة تراخيص من مجلس الجامعات الخاصة أكيد فضل فالجامعات لما نفتحها هذه جامعات تعتبر تجارية تجارية نعم تكسب المال وأنا والله مو جاي أن أروج الجامعتي جامعتي هي مفتوحة لأنها هي أولا يترأسها هي مجموعة جامعات في الوطن العربي باختصار شديد صحي ويعني أعتقد أن هي الأرخص بالنسبة للجامعات الثانية بس بالفعل هي لأن وضعية تجارية نعم فأصحاب الجامعات ممكن أن يكسبون المبالغ من خلال التسجيل للجامعة وأيضا تختلف أسعار المواد اللي داخل الجامعة أسعار المواد التخصصات كل مادة على حد أكيد واضح أيضا الخجمات الأخرى فهي مثل ركب الحياة والغلاء المعيشي من ضمنها أيضا أسعار الدراسة يعني فأنت لو من تحسبها أنت بتسافر برا تدرس ولا داخل الكويت لو بتضربها بتشوف والله أنا تتكون داخل الكويت أحسن يعني مسألة الغربة ومسخلة أكيد أنا برجع لك بس في بعض التخصصات يعني نادرة في الجامحات الأخرى اللي أسعارها مرتفعة شرائك وعبد الله أنا عندي بعد كم سؤالة ما خلصنا منه إن شاء الله ضيوفنا كلهم من الليلة ما شاء الله عزيزين وغالين وإحنا سعيدين وكذلك المشاهدين الكرام اسمحونا عزيزي المشاهدين